انا فخورة بيك اللي انت محتم بمراتك ومخلي بالك منها ام مكة وياراتنا عيالنا كلها دي بقى زيك واحنا بشكروه في كل وقت وكل ماتش بيسمعون في المنتخب بنحبوا نسمعون والله شفت الست الجميلة اللي بتقولك انا بحبك قوي عشان بتاخد بالك من ام مكة طيب دلوقتي انا بيبقى انك عملت 17 مليون انترفيو مع رجالة غالبا يعني الستات بقى اللي في مصر بعتيني اسألك بتاخد فعلا بالك من ام مكة طبعا لان ام مكة بالنسبة لهم يعني بقت دلوقتي برضو ايقونة رهيبة جدا وست قضوة جدا وبعدين بيحبوها وطبعا بيحبوا مكة عشق رهيب يعني هي مجهة عشان هي على طبيعتها شوية يعني الست مصرية على طبيعتها بتظهرش كتير اصلا معايا بس ماخران بدقة تظهر بشكل اكبر مهما اقول مش قدر اديها حقها عشان يا اكتر واحدة بتعاني في الظل الاحداث اللي انا بمر بيها وان انا اصلا ببقى معظم الوقت شوية في النادي فهي واخد بالها من الاطفال ودايما بتحاول تبقى يعني ست بيت بقى لبيت كله ساعة بقى انا عندي ضغط مودي مش حل لازم هي تبقى مع الاطفال معظم الوقت انا ببقى مبرة معظم الوقت فهي عليها ضغط برضو طبعا بشكل مختلف لكن مهما اقول مش قدر داح احنا مع بعض يعني خاص احنا من بلد واحدة احنا كنا مع بعض في المدرسة كنا بنلعب دايما زي اسئلة والبنات اللي احدهم والولاد اللي احدهم علاقتنا مع بعض بدأت كده ان احنا دايما طول الوقت فيه اخناقات لكن تعرفت عليها واتكلمنا اكتر وياه في الجامعة وبعدين اتكلمنا السانتين وبعدين ارتبطنا رسمي انت حسيت ان انت كان لازم ترتبط بقى لان انت وصلت لمرحلة لازم تكون فيها مستقر وبعدين ليه حب حياتك فقرارك كان واضح وصريح وما فيهوش شك يعني اه لا 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 انا اتعرفنا على بعض وبعدين هلفنا بعض كويس وخلاص من نفس البلد وانا كنت سافرت سويسرا ايوا وبدأت اتضبط امور هناك وبدأنا ان ارتبط رسمي خطوبة وبعدين تعريبا قبل مامضي في تشيلسي كنا خلاص قرارنا اننا نحنا نتجوز كان وشاء حلو علي الفيح الحمدلله يا حبيبي اتجوزنا وبعدين رحت تشيلسي مالعبتيش لت gros مش مش حلو علي ovat سواب لا وا بعدين نكمنا الحمدلله المترجم للقناة الاحساس ان انتو يعني هي يعني مصدقة ومقتنعة جدا بفكرة المؤسسة ان دلوقتي انا زوجة اعظم لعيب في العالم ومحبوب مصر الاول تقريبا فبالتالي علي مسؤولية غير اي زوجة عادية قاد الشهرة دي تخليها تبقى مش مبسوطة انت عارف انه فيه ستات حسب الست الست تقدر فعلا تقف وتسند وتشيل وتبقى ده كله مجد وفخر لها يا واحدة قاعدة تزن كده دي فدي بتقدي لان الحياة متبقاش عظيمة يعني فالناس كلها عندها انه ماجي كده ماجي ضلع مهم في المؤسسة دي اهم دلع في المؤسسة زبط اهم دلع هي هادية طبعها هادية مالهج في السوشال ميديا كثير احسن مالهج علاقة بحد اوي علاقاتها اصلا هي من نوع اللي هي بتافل على نفسها اكتر احنا بديتنا هي عارفة طبعي انا انا بطلعش في حتا عمل ضجة بتاعنا هادية بلعب مطشاتي في الهدوء فما بنحبش المشاكل كتير فهي برضو بعيدة عن السوشال ميديا بس لكن كده